موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن توقيع الرئيس عبد المجيد تبون لقانون المالية 2021 كما كان متوقعاً أن الرئيس عبد المجيد تبون وقع قانون المالية هذا اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 وكان هذا أهم عمل أصلاً تمت استعادة تبون من أجله لأن قانون المالية يجب أن يوقعه الرئيس قبل نهاية السنة هذا أمر طبيعي ومتوقع جداً ولكن كثرت التساؤلات حول الطريقة التي سوف يظهر بها الرئيس عبد المجيد تبون وهو يوقع قانون المالية كما تعلمون أن الرئيس عبد المجيد تبون آخر ظهور له كان يوم 15 أكتوبر 2020 لما استقبل وزير الخارجية الفرنسية ومنذ ذلك الحين لم يظهر ومرت الحكاية إصابته بكورونا ونقله إلى ألمانيا والقصة معروفة عند الجميع كان أول ظهور له كان في 13 ديسمبر 2020 ظهر في خطاب يلقي خطاب الخطاب الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك الرئيس جالس بعد ذلك كثرت التساؤلات وهناك من تحدث أن الرئيس أصيب بعاها هناك بإعاقة هناك من يتحدث أن الرئيس أصيب بجلطة دماغية وما إلى ذلك من هذا الكلام عاد الرئيس وتوقع البعض بأن الرئيس سيظهر على الأقل واقف أو على الأقل يظهر يمشي أو شيء من هذا القبيل لكن الرئيس لم يظهر على الإطلاق والمعلومات التي تحصلنا عليها أفادت بأن الرئيس عاد على كرسي متحرك من قبل كنا تحدثنا في المداخلات السابقة مجرد احتمالات ولكن اليوم تأكد لدينا من خلال هذه المصادر أن الرئيس عاد على كرسي متحرك أمر آخر أنه عندما أيضا وقع قانون المالية هناك من احتمل أن الرئيس ممكن ومن بينها نحن قلنا ربما يقف إلى بعض الثواني فقط ولكن لم نحتمل أنه سيقف كذا وكذا قلنا ممكن يقف يحاول وقفه لبعض الثواني من أجل صورة تذكرية ولكن الذي حدث عكس ذلك تماما أن الرئيس جالس وقع قانون المالية هي على طريقة متفليقة متفليقة في قانون المالية 2019 في نهاية 2018 وقعه في قاعة قاعة الإجتماعات التي دائما يعقد فيها مجلس الوزراء بحضور الحكومة وبحضور أعضاء رئيس الحكومة وبحضور أيضا أنذاك عبد القدر بن صالح وبحضور القيد صالح القيد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وأيضا نائب وزير الدفاع معناها أنه عضو في الحكومة أيضا في 2019 أي في 11-12-2019 وقع عبد القادر بن صالح رئيس الدولة أنذاك قانون المالية لسنة 2020 وحضره أيضا الطاقم الحكومي وكان من بين الحضور أيضا القيد صالح رحمه الله بصفته أيضا نائب وزير الدفاع مع تبون حدث العكس تماما تم توقيع قانون المالية بحضور حسب البيان رئاسة الجمهورية تقول وقع اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد مجيد تبون على قانون المالية لسنة 2021 وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس المجلس الأمة بالنيابة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين الوزير الأول السيد عبد العزيج الراد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق إيق السعيد شينغريحة وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن مدير الدوال لرئاسة الجمهورية السيد نور الدين بغداد الدائج الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد محمد الأمين مسايد والأمين العام لحكومة السيد يحيى بخاري لم يحضر ولا أي وزير هناك نقطة أولى لنتحدث فيها أن الرئيس جالس أنا توصلت مع أطباء ومختصين في هذا المجال فأكدوا لي بما وصل لدرجة الإجماع أن كورونا قد تتسبب في مثل ما ظهر عليه الرئيس تبون لأنه يحدث فيها انسداد للشرايين وتخثر الدم وكل واحد ممكن تظهر له كاي اللي ظهرت له في ذراعه وكاي اللي ظهرت له في رجله وكل واحد ظهرت له بصيفة معينة لذلك قالوا لي أكد لي أطباء في هذا المجال أن كورونا ممكن تتسبب في هذا الأمر أمر آخر أن شخص لما يبقى في غرفة الإنعاش مدة زمنية طويلة إلى لا يتحرك ولا يقوم بأي حركة أيضا ومع هذا الفيروس ممكن يحدث له ما ظهر عليه الرئيس تبون لذلك الرئيس تبون لا يستطيع أن يقف على رجله لا يستطيع أن يضغط عليها يجب أن توفر لها كل الحماية حتى يتعافى تماما هناك من تحدث لي أنه هناك من تعافى من هذا الأمر وعادة لما بعد عملية عادة تأهيل العضلات وإهادة تأهيل يخضع لها الإنسان الذي أصيب بهذا الوباء تعود تدريجيا هذا الطرف أو هذا العضو الذي حدث له هذا الأمر يعود تدريجيا إلى وضعه الطبيعي ويحتاج بعض الوقت وهناك من يقول بأن هناك من لم يعود إلى وضعهم الطبيعي ويحتاج إلى وقت أطول لذلك أمر ما عليه الرئيس تبون يخضع إلى ما يعلمه الأطباء وهم أدرى بمستقبل هل يعود إلى وضعه الطبيعي أم لا لكن الأطباء الذين تحدثتوا إليهم هذا المساء أجمعوا على أن هذا الأمر طبيعي شاهدوا صور الرئيس وأكدوا بأن فيروس كورونا قد يتسبب في مثل هذه الحالات اختلفوا فيما بينهم فيما يخص عامل الزمن هناك لمن قال بأن الوقت يحتاج إلى وقت مش طويل وهناك اللي قالوا وقت طويل ولكن يخضع الأمر على حسب إصابة الإنسان وأيضا بالنسبة إلى سنه وعامل السن يلعب دورا أساسيا في هذا العمل لذلك أن الرئيس ظهور الرئيس في هذه الصورة وما عليه حال رجله اليمنى قال لك أمر طبيعي لأن الضربة قوية جدا وهذه تؤكد كل المعلومات التي تحدثنا من عنها من قبل بأن الرئيس تم نقله في غيبوبة وأنه تم إنقاذ حياته يعني الأعمار بيد الله ولكن أيضا هناك أسباب بشرية وطبية هي ساهمة مساهمة فعالة في إنقاذ حياته فالرجل عاد من الموت هكذا أكدوا لأن هذه الحالة قليل الحالات العادية التي ليست معقدة لا يمكن أن يصل الأمر لهذه الدرجة ولكن أكثر من يتعرضون ويصلون إلى هذا الحال هم الذين كانت إصابتهم قوية لذلك كانت إصابة الرئيس قوية وهذا كل هذا يؤكد أن ما أعلنت عنه الرئاسة من قبل وتلك البيانات كلها بيانات طفليل وكذب وتلفيق وخداع وعدم شفافية في التعامل مع حالة الرئيس ونتمنى أيضا من الرئاسة عودة الرئيس الآن راه استعاد وعيه صفة عادية إلا أنه عنده هذا المشكلة العضوي وأنه يتخل إجراءات يعملوا بيان يوضحوا الأمر للجزائريين ما يخل الجزائريين يسألوا بهذه الطريقة وهذه الأسئلة التي تطرح تطرح ولا جواب لها الأجوبة مختلفة خلت الناس يبحثوا عن الأطباء يسألوا منه ويحاولوا أعملوا بيان وضحوا أن الرئيس بسبب فيروس كورونا حدث له ما حدث وأن حالته في تعافي وكذا وكذا ويحتاج إلى مدة معينة وهذا ما قاله الأطباء حتى تكونوا واضحين أما الصمت النهائي على هذه الحالة أعتقد بأنه وراءه ما وراءه وعدم الاهتمام بانشغالات الجزائريين مذر جدا لصمعة الدولة ومستقبلا مذر أصلا لرئيس الجمهورية أمر آخر أنه كثير لاحظ عدم حضور ولا وزير واحد هناك قراءات هناك من يتحدث على أنه خلاص الرئيس صار غاضب على هذه الحكومة حظ الرئيس الحكومة فقط ولا يريد حضر الوزراء لأنه مقبل على تعديل حكومي كبير هنا وعاقالة الحكومة مع بداية هذه السنة هناك من يتحدث أنه الرئاسة تفادت حضور كل الوزراء لأن الرئيس هنا يضطر يعمل معهم صورة ذكارية وقد عدرها قبل بوتفليقة وهو جالس على كرسي ومعه الوزراء وكذا وكذا لا يريدون استعادة هذا المشهد أيضا بوتفليقة حضر أيضا وقع في 2018 في ديسمبر 2018 قانون الملايين وحضر الحكومة وحضر الوزراء ومع ما لشبعهم صورة ذكارية على ما أذكر أذكر يعني طبيعي جدا مثل هذه الأمور ولكن حضور شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أثر الكثير من التساؤلات يجب أن أؤكد على أمر هام أنه لا يوجد قانون يفرض بروتوكول معين على الرئيس والرئاسة يجب أن يكون عليها أو تكون عليها مرسيم توقيع قانون المالية هذا غير موجود لكن يوجد تقليد وعرف معين دأبت عليه الدولة الجزائرية حيث دائما رئيس الجمهورية يوقع قانون المالية ويحضر الطاقم الوزاري ويعمل معهم صورة ذكارية لأنه يعتبر هذا القانون أهم شيء في الدولة الجزائرية والدولة على مدار العام أمر آخر أن عدم حضور الوزراء تم تفادي ذلك حتى يحضر شنغريحة لأنه شنغريحة لا يملك قبعة نائب وزير الدفاع وإن كانت وصلتني معلومات أنه في خلال الأيام القادمة أو الفترة القادمة أو التشكيل الحكومي القادم سيعلن عن شنغريحة كنائب لوزير الدفاع هذه معلومة وصلتني من عدة مصادر ننتظر ربما تكون صحيحة ربما تكون خاطئة إذن كما ذكرنا الاحتمال الأول احتمال حل الحكومة في بداية السنة الاحتمال الثاني أنه تفادو حضور الحكومة لأسباب صحية ولأسباب تتعلق بالرئيس والاكتفاء بهذه المجموعة فقط وهي المجموعة التي استقبلت الرئيس تقريبا في مطار بوفريق القراءات ستكون كثيرة ومتعددة فالرئيس وقع قالوا المالية جالسا ونحن شرحنا الآن هذا الوضع لذلك لا يمكن أن يظهر الآن الرئيس واقف على رجليه هذا هو الالتزام الذي ممكن يفرض على الرئيس أن يظهر واقفا ربما سيعقد مجلس وزراء في الأيام القادمة هذا كأيضا لا يفرض عليه أن يظهر واقفا وإن كان المعتاد أنه يظهر دائما الرئيس وبجنبه الوزير الأول وهم يدخلون إلى قاعة الاجتماعات ربما ينتظرون حتى يستطيع المشي أو أنه يكتفوا بإظهار الرئيس وهو جالس إذن هذا تأكد الآن بأن الرئيس عبد المجيد تبون لا يستطيع الوقوف هذا أمر صار في حكم المؤكد إلى متى يبقى هذا الحال هذا الأمر حسب الأطباء أكدوا بأنه الأمر قد يكون قصير قد يكون طويل على حسب الحال التي عليها المريض لا ندري كيف هو حال الرئيس تبون الرئيس تبون أصيب بإصابة قوية دخل في مرحلة غيبوبة كما ندري نقل على جناح السرعة إلى ألمانيا كثير من الأمور تؤكد على أن إصابته ضربته قوية وإن كان هذا الأمر أمر لا نستطيع أن نجزم بالعامل الزمن الأطباء يقولون قد الأمر يستمر أسبوعين ثلاث أسابيع ربما شهر وربما أنه هناك من تحدث أنه إنسان لما يكون كبير السن وتكون إصابته قوية يحتاج إلى وقت أطول مما ذكر إذن إخواني الكرام رئيس الجمهورية وقع قانون المالية وبذلك رسخ وأكد أنه لا يستطيع الوقوف على قدبيه وفي هذه الحالة رئاسة الجمهورية مجبرة على أنها تصدر بيانا وتؤكد فيه هذا الحالة وتشرحها حتى تغلق باب اللغة وباب الجدل أما إذا بقيت تلتزم الصمت وتخلي الأمر عام كذا أنه خلال الأيام سيتعافى والرئيس رجل واضح أنها مصابة ومريضة من دون أي توضيح للجزائريين أنا أعتقد بأن ذلك سيزيد الجدل وسيزيد يفتح أفاق لكثير من الأمور وأمر آخر أنه سيذر بصورة الرئيس ويذر بمصداقية مؤسسات الدولة وقد تضررت حقيقة فيما سبق ولكن الضرر سيبلغ منتهى الرئيس لا يستطيع الوقوف على رجليه حدثوا الجزائريين إذن بهذا الأمر أمر هذا الاجتماع جاء بصورة مصغرة جدا قد تقولون بأنهم أنهم اكتفوا بمجموعة فقط مقربة من الرئيس لتفادي أي تطورات قد يأتي إنسان مريض بفيروس أو شيء من هذا القبيل لكنهم اكتفوا ولا واحد منهم وضع كمامة أعطوا صورة أيضا سيئة من المفروض يظهروا بالكمامات حتى يسوقوا إلى ما يعرف بالإحترازات والإحتياطات الصحية الواجب اتخاذها ولا واحد منهم وضع كمامة كأن هذا الرئيس لم يصب بكورونا البعض يقول بأن الإنسان إذا أصيب بكورونا يحتاج إلى مدة زمانية معينة لا يمكن أن عاود يدخل الفيروس مرة أخرى أنا أعتقد بأنه من المفروض لا يكتفو هذا في الجانب الصحي فقط أيضا في الجانب البروتوكولي مؤسسة الدولة أعلى مؤسسة في البلد رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للبلاد والقاضي الأول في البلاد وهو الذي ينصح الجزائريين باتخاذ إجراءات الاحتياطات الصحية وما يجب أن يكون عليه الجزائريين لتفادي انتشار هذا الوباء من المفروض أنه يعطي مثال على ذلك شاهدنا الرئيس يستقبل شنقريحة وضع الكمامة الرئيس ما كانش الآن في توقيع المالية ولا واحد ومنهم شنقريحة لم يضع الكمامة هنا نوع من الفوضى والتي لا تنفع البلاد ولا تنفع العباد لذلك الذي أؤكد عليه أنه يجب مراجعة الشأن البروتوكولي لمراجعة شاملة لأن ما يحدث يسيء للدولة ويسيء لمؤسسات الدولة ويسيء أيضا حتى للرئيس بنفسه بل يزرع الشكوك في ما حدث للرئيس وأنه ربما تظهر قراءات أخرى ليس المجال للخوض فيها إذن الرئيس وقع على قانون المالية وهو قاعد اكتفى بعدد معين حضر شنقريحة وهو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ما ليس عضو في الحكومة وهناك من أعتبر حضوره ربما يدخل في إطار حضور الشخصيات المهمة في البلد ولكن هناك أيضا من سيقرأ كل ظهور شنقريحة بهذه الطريقة هو الذي كان في استقبال الرئيس هو الذي يحضر مرسيم توقيع قانون المالية وهو الذي كان يصول ويجول وتحدث حتى في شؤون سياسية كثيرة هذا يعطي نموذج لعسكرة الرئاسة وهذا يعطي نموذج أيضا إلى أن الدولة الدولة لا ليست دولة مدنية بمعنى الكلمة بل أن النفوذ العسكري أصبح واضحا وجليا ومعلنا فرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هو منصب عمليات من المفروض يحضر الأمين العام لوزارة الدفاع وليس رئيس أركان أو الرجل الأول في قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي الذي مهمته عملياتية ومهمته الوحدات القتالية وليس حضور مراسيم مثل هذه لنتجاوز الأمر ولكن نحن قد نعتبره عادي أنه يتم إحضار شخصية تعتبر هي الآن رقم واحد في الجيش ولكن القراءات الأخرى التي سوف تقرأ ستكون لديها تأثير في الرأي العام وأيضا ستستعمل كثيرا واستعمالات ممكنة وغير ممكنة إذن إخواني الكرام بالمختصر المفيد عيد عيد أن قانون المالية تم توقيعه ما زالوا سيعلنون أن الرئيس وقع على الدستور أور على الدستور وسرساري المفعول وهذه أيضا كارثة أخرى تضاف إلى سجل الرئيس تابون الذي لو كنت مكانه لألغيت هذا الدستور أور وبدأت صفحة جديدة تكون بالحوار الشفاف مع كل أطياف الشعب ومع كل المؤسسات المدنية والسياسية من أجل بلورة مسار حقيقي فعال يجمع عليه الجزائرون ويجتمع عليه الشعب الجزائري لتكون بداية إلى مرحلة أخرى نحن الآن في ظل وباء كورونا وقد يأتي اليوم الذي سنكون ما وراء هذا الوباء في ظل تحديات اجتماعية وسياسية وأمنية تحيطوا بالبلاد وتغرق في مستنقعاتها وتحتاج إلى الإرادة وتحتاج إلى الوحدة الشعبية وتحتاج إلى الثقة بين الشعب والدولة وتحتاج أيضا إلى مؤسسات فعلية مؤسسات قاوية مؤسسات شرعية مؤسسات لديها ثقلها لخدمة البلاد والدفاع عن مصالحها في الداخل والمصالحها في الخارج والحفاظ على سيادتها والحفاظ على حضورها ونفوذها في كل المستويات وعلى جميع الأصعدة وفي جميع أنحاء العالم شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم على خير بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اشتركوا في القناة